من خلال عملنا طبعا احنا نسير بما يقارب ثلاث شاحنات وسمينها قافلة هذه القافلة يعني تشمل ثلاث شاحنات الشحن الأولى محملة بالمياه الثانية بالمؤمنة الغذائية والثالثة بالفرش ومستلزمات المنزلية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي المستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجتمع أوكيو والذي من خلاله نستعرض لكم العديد من الإنجازات والإمكانيات التي يتمتع بها موظف شركة أوكيو باسمكم جميعا يسرني استضافة الأخ والزميل سعيد بن ناصر البداعي مدير الشؤون الخارجية بشركة أوكيو الأخ سعيد هو أيضا رئيس فريق السويق التطوعي والذي سيكون محور حديثنا في هذه الحلقة أهلا وسهلا بك الأخ سعيد وبداية نود التعرف عليك عن قرب وتعطينا نبذى عن فريق السويق التطوعي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لأستاذ أمار العبري على هذه الاستضافة ولتصليطه على أعمال فريق السويق الخيري فريق السويق الخيري ينطوي تحت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة بوزارة الاجتماعية بولايات السويق يقوم فريق السويق الخيري بالأعمال التطوعية والخيرية الولايات بشتى أنواعها نعم ويضم مجموعة من المتطوعين من أبناء الولايات منذ كور ويمات مقسمين إلى مجموعة من اللجان التخصصية في مجالات مختلفة تقسم في المجالات الخيرية وأخرى في المجالات التطوعية نعم يقوم من خلال الأعمال الخيرية بالإشراف على الأسر المؤسرة وتوفير المؤمنة الغذائية والاحتياجات الأساسية وأيضا تنقسم أعمال الفريق إلى مجالين المجال الخيري والمجال التطوعي المجال الخيري يقوم بجميع أنواع أعمال البر من كفالة أسر كفالة أيتام توفير مؤمنة الغذائية وما شابه ذلك توفير أجهزة كهربائية توفير أجهزة إلكترونية أيضا مساعدة دول الاحتياجات الخاصة من توفير المستلزمات الأساسية لهم وكذلك أيضا توفير العلاج الطبيعي لبعض الأسر الغير قادرة على الإفاء بالمتزامات المالية هذا بشكل عام يعني تعريف عن فريق السويق الخيري بولاية السويق شكرا الأخ سعيد يعني خلينا نقترب بصورة أقرب إلى أعمال الفريق والتحضيرات والتي قمتم بها مع أعضاء الفريق بالإضافة إلى الفرق التطوعية الأخر طبعا من هذا المكان أنا أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأمنية والمجتمع المدني والتطوعية على اللحمة الحقيقية التي شهدناها ولمسناها الأخ سعيد يعني قرب لنا الصورة أكثر ما الذي حدث خلال الأسبوع الماضي وكيف تعامل فريق السويق التطوعي بعد تأكيد المؤسسات المعنية باقتراب الأنواع المناخية وتأثيرها بشكل مباشر على ولايات شمال الباطنة نعم فريق السويق الخيري يعتبر عنصر أساسي من ضمن مؤسسات المجتمع المدني الموجودة في ولاية السويق فكان عندنا مثل ما تقول يوم السبت كانت عندنا القهزية والاستعداد وذلك من خلال وضع الخطة والتنسيق مع جميع الجهات الموجودة في ولاية السويق طبعا بإشراف المكتب الوالي ورؤساء المصالح الحكومية المتواجدين أيضا في الولاية هذا كان يوم السبت يوم الأحد قبل طبعا الحالة المناخية أيضا الاستثنائية التي مرت بها الولاية كان فيه أيضا تنسيق بين وزارة الاجتماعية وأيضا لجنة الإغاثة والإيواء تم اختيار وتجهيز ما يقارب تسع مراكز للإيواء تبعد عن المناطق الساحلية لإيواء المتضررين والمتوقع أن يتضرروا من خلال هذه الأنواع المناخية قام طبعا فريق السويق باختيار وتجهيز زع مراكز لإيواء المتضررين من هذه الأنواع المناخية بجميع المستزمات من مؤن غذائية من فرش من مياه حيث أنها تكفيهم لمدة يومين على الأقل اليوم التالي للإحصار كانت في اشتجابة سريعة من فريق السويق الخيري مع الأخوة هنا المسؤولين في الولاية وفرقة الطوارئ طبعا خلال اليوم الأول واليوم الثاني كانت شبكة الاتصالات في انقطاع تام وكان من الصعوبة الوصول لجميع العضاء المنتسبين للفريق والعضاء المتطوعون بسبب عدم الوصول إليهم وكذلك لعدم قدرتهم للوصول إلينا بسبب محاصرة المياه لمنازلهم وتضررهم تضررا كبير فلله الحمد والمنة كانت الاستجابة سريعة من جميع الفرق الخيرية والمتطوعين من خارج الولاية من جميع أنحاء الصطنة فكانت هبة تثلق الصدر حقيقة وكانت لحمة وطنية منقطعة النظير فجزاهم الله خير وصلونا واستطعنا أن نستجيب لما حدث لأخواننا المتضررين وكان أيضا تنسيق على مستوى عالي مع الأخوان في القوات السلطان المسلحة وشرطة أمان السلطانية وكذلك المسؤولين والهيئة العمانية للأعمال الخيرية أيضا لإغاثة أخواننا المتضررين خلال يوم الأثنين ويوم الثلاثة من توفير المؤنى الغذائية وتوفير المياه لهم وكذلك المساعدة في الوصول إلى بعض الحالات التي لا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إليها بالتنسيق طبعا معنا باستخدام بعض السيارات الدفع الرباعي أو أحيانا بالاسترشاد بالمندوبين المتواجدين أيضا في الولاية الاسترشاد لمواقع الأشخاص أو المواطنين المتضررين طبعا تم اختيار مركز لإدارة واستقبال وتفزيع المؤن والتبرعات من جميع الفرق التطوعية والمؤسسات والعيئات والشركات في السلطنة في مركز واحد وهو مركز مدرسة النسائب مثل ما أنتم عارفين طبعا الأزمة التي مرت بها الولاية هي أزمة طبعا إنسانية ولابد من الوقوف على جوانب عدة لا توجد خطة طوارئ واضحة طبعا بالنسبة للفريق ولكن مثل هذه الأزمات استطعنا بحول الله فعالى أن نحتوي يعني الوضع العام من خلال وضع استراتيجية وتخطيط ميداني سريع فهي متغيرة بتغير الوضع وتغير المعطيات التي تأتينا من الميدان فإلى الآن نحن الحمد لله رب العالمين يعني نعدل في الخطة بين فترة وفترة بحيث أنها تتلاءم مع معطيات الميدان مثل ما ذكرتك سابقا كانت الاستجابة سريعة كانت عدمت المدولة اللي هي طبعا إغاثة اللي هي فورية خلال اليومين الأوليين فكنا نسير شحونات عن طريق آليات ومعدات وزارة الدفاع محملة بجميع المؤنة الغذائية مع أيضا مرافقة من مندوبين الفريق والمتطوعين والوصول قدر المستطاع إلى منازل المتضررين طبعا المعدات التقيلة أحيانا ربما ما تستطيع أن تصل إلىها استخدمنا أيضا سيارات الدفاع الرباعي والتي هي طبعا تابعة للقوات المسلحة وكذلك بعض الأجهزة الأمنية وبعض الأجهزة الحكومية في الولاية ومن خارج الولاية أيضا الاستيعانة ببعض الفرق التطوئية الأخرى والتي بها سيارة الدفاع الرباعي استطعنا من الاستفادة بما يقارب من 160 مركبة دفاع الرباعي من اليوم التالي للإعصار وحتى اليوم نقوم أيضا بتوزيع المؤنة الغذائية باستمغار قسمنا الولاية طبعا إلى قطاعات ونطاقات طبعا عندنا معشر قطاع فركزنا أولا على المناطق المنطوبة والقرى المنطوبة والتي هي أكثر ضرب فكان تركيزنا في الأيام الأولى ثلاثة الأولى على هذه المناطق لتوفير المستلزمات من خلال عملنا طبعا نحن نسير بما يقارب ثلاث شاحنات تسمينها قافلة هذه القافلة يعني تشمل ثلاث شاحنات الشحن الأولى محملة بالمياه الثاني بالمؤنة الغذائية والثالثة بالفرش ومستلزمات المنزلية نعم أيضا عندنا نهج آخر وهو أن نستخدم أيضا بعض الشاحنات للقرى الصغيرة والتي ليس بها كتابة سكانية كبيرة شاحنة محملة بجميع المستلزمات نعم اللي هي المياه والمؤنة الغذائية والفرش نعم طبعا ترافق هذه السيارات طبعا اللي هي سيارات القوات السلطان المسلحة سيارات أخرادة في أرباعي نعم أيضا من قيش السلطان الأماني ومن شطة الأمان السلطانية وأيضا للمساعدة في إيصال هذه المؤمنة للمتضررين الأخ سعيد يعني خلال العشر أيام الحين منذ انقضاء تأثير الأنواء المناخية هذه يعني صف لنا التغير المشاهد في ولاية السويق منذ عشر أيام يعني كان فيه هناك عمل حثيث لكافة الأجهزة في الدولة من مؤسسات حكومية وخاصة وفردية وتطوعية يعني ما هو تقييمك الآن وبعد مضي عشر أيام للأضرار التي ترتبت عن هذه الأنواء المناخية حقيقة ما شاهدناه يتلق الصدر بأمانة من تآذر وتآلف وانسقام من خلال العمل فما ذكرته سابقا كان ذكر عن تغير المؤمنة الهدائية يوم الجمعة الماضي كان أن العمل الخير المتطوعي مساري بالنسبة للمتطوعين المسار الأول وهو استقبال المتطوعين في محديد مركزين أساسيين لاستقبال المتطوعين ومن خلال يتم توجيهم إلى مسارات مختلفة المسار الأول وهو طبعا النزول إلى الليدان وتنظيف القرى وتنظيف المنازل أيضا وإزالة الأشجار والمعوقات أيضا التي تعيق ممرات ومسارات الطرق المسار الآخر لمن كان يرغب بالمساهمة في عملية أيضا العمل بتوزيع المؤمنة الغذائية لأننا هنا عدنا في المركز لجنة رئيسية وأيضا مقسمة إلى مجموعة فرق معنا فريق لإنزال المؤمنة فريق أيضا لتجيز المؤمنة الغذائية ومن بعد ذلك إعادة تحميل هذه المؤمنة أيضا عدنا فريق يتلقى جميع البلاغات من المتضررين وطبعا المعالجة فوقية وأيضا فريق للنظافة وأيضا للحفاظ على سلامة المكان أيضا يقل لدينا فريق لتوزيع الشاحنات وأيضا للتخطيط الميداني وتحديد مسارات هذه الشاحنات وتوزيع على القرى تم بحمد الله من توزيع مؤمن غذائية لقرابة 283 أسرة استعنا من خلالها خلال الأيام الماضية على 393 شاحنة يمعها محملة بالمؤمن طبعا مثل ما ذكرتك المؤمن التي تشمل ماء الطرود الغذائية والفرش استطعنا تقديريا الآن الآن تقديريا من إيصال ما يقارب ل29500 أسرة بولاية السويق والعمل مستمر والحمد لله طبعا بالنسبة للتغير التغير واضح جدا من خلال الأعمال المتطوعين الذين وفدوا إلينا من جميع المحافظات السلطنة من بفار وحتى مسندم وقاموا بجهد كبير حيث استقبلنا خلال يوم الجمعة فقط بما يقدر من 15 ألف متطوع بولاية السويق ولاية السويق أستاذ عمر ولاية شاسعة ومترامية الأطراف بها ما يقارب من 200 ألف نسمة حاليا وبها مجموعة عديدة من القرى متوزعة بين الساحل وبين السهل وبين القبل فطبعا العب كبير جدا والجهد كبير جدا والحمد لله من خلال تكاتف وتعاون الجميع يعني نرى خلال 10 أيام في تحسن وفي تعافي واضح جدا جميل بالحديث عن الفرقة التطوعية الأستاذ سعيد يعني يجب أن لا ننسى فريق إحسان التطوعي بشركة أوكيو ومن هنا أيضا أقدم لهم يعني باسمكم جميعا جزيل الشكر والتقدير على وقفتهم الطيبة خلال هذه الأنواة بتخصيص تقريبا حوالي 400 متطوع و15 شاحنة وبلغ يعني عدد الساعات التطوعية حوالي 4000 ساعة التطوع طبعا كل هذا العمل يشكر الأخ سعيد في رأيك الشخصي هل ترى هناك فرق بين التطوع وكونك طبعا موظف في شركة أوكيو هل هناك فرق بين التطوع المؤسسي للشركات والتطوع المجتمعي اللي لمسناه من فريق السويق التطوعي يعني هل هناك فروق تشاهدها ولا كلهم ينتهجون نفس الهدف؟ أستاذي عمر بالنسبة للتطوع ومفهوم التطوع ربما هناك ربما التطوع المؤسسي أكثر تنظيما ربما من ناحية وضع الأنظمة والقوانين وحوكمة أيضا العمل بطريقة ربما تكون مهنية أكثر من الفرقة التطوعية الفرقة التطوعية طبعا يعني تفتقر إلى هذه المنظومة الإدارية المتكاملة فهي تحتاج إلى تعزيز هي تحتاج إلى حوكمة واضحة تحتاج إلى أيضا قوانين واضحة تنظم أعمالها فهذا الفرق بين الفرق التطوعية المدنية وبين الفرق التطوعية المؤسسية فالمؤسسية أكثر تنظيما وأكثر يعني نظام حوكمة واضح يحدد مهام وأعمال المتطوعين جميل جميل خلينا ما زلنا مع الفرق التطوعية وخلينا نتكلم عن المنجزات التي قامت بها هذه الفرق التطوعية في الولايات المتضررة جراء لأنواء المناخية الأخسعيد يعني كيف يمكن أن نوجد جسر تواصل بين الفرق التطوعية وبين الفرق التطوعية المؤسسية يعني ما الذي يمكن صنعه لتقريب أهداف كل هذه الفرق من بعض خدمة لعمان وأبناء عمان برأيك سؤال وجه جدا ويزاك الله خير أستاذ أمر على هذه النقطة المهمة أتوقع الموجد نظري لو أن الفرق التطوعية المؤسسية أو المؤسسات تقوم بمساعدة الفرق التطوعية المدنية بجميع ولاية السلطنة بالمساعدة في عملية إصدار نظام حوكمة تقوم بالعمل عليه ينظم العمل الداخلي أيضا وينظم العمل التطوعي بشكل ممنهج طبعا هذا الدور منوض بوزارة التنمية الاجتماعية تعتقد؟ هذا الدور طبعا هو مناط بوزارة التنمية الاجتماعية أيضا وزارة التنمية الاجتماعية هي بحاجة بخبرات مؤسسية قوية مثل شركة أوكيو تقوم أيضا بالمساعدة في هذا القانب جميل بعد انقضاء هذه الحالة ونرجو من الله تعالى أن لا نرى لها شبيها إن شاء الله ما هي الدروس؟ طبعا لابد أن هذه الحالة وهذه الوقفة البطولية التي سطرها أبناء سلطنة عمان لا بد أن يكون لها دروس مستقى فما هي الدروس التي تراها الأخ سعيد من هذه الإنجازات التي تحققت في غضون فترة قصيرة للتخفيف من أضرار الأنواء المناخية التي أثرت على ولايات شمال البطنة برأيك؟ نعم من ناحية الدروس المستفادة من هذه الأنواء المناخية هذه تعلمنا على أن المجتمع الأماني مجتمع مترابط مجتمع متآزر مجتمع قلب على فعل الخير وقلب على التطور وقلب على حبه لأخيه ومساعدته فيما يقوم به بأي ناحية وما تضرر به هذه أفضل درس نتعلم أنه بالنهار ملحمة ورغلية جميل وأكدتها أيضا هذه المحن إن ما حدث على أرض الواقع وتعرضت له ولاية السويق وصحة والخابورة والسويق يؤكد على اللحمة الوطنية للمجتمع الأماني جميل يعني قبل ما ننهي حديثنا الأخ سعيد يعني يقال أن أبرز السمات التي تقاس بها إنسانية مجتمع هو التطوع وما لمسناه كان خير مثال على الوقفة والتآذر والتعاون الذي شهدناه بين أبناء وبنات هذا الوطن الغالي هل من كلمة أخيرة تريد أن توجهها للمستمعين الكرام أخي سعيد في هذا الإطار أتوجه بجزيل الشكر والتقدير والانتنان والاحترام حقيقة لجميع الإخوة المتطوعون والفركة الخيرية والأهلية من جميع محافظات السلطنة وكذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية والحكومية التي بادرت وقامت وكانت في المقدمة في المساعدة في الإغاثة والإيواء وتقديم جميع الخدمات اللازمة للمتضررين في هذه الولايات كلمات الشكر حقيقة لا تفي حق الجميع ولكن هذا أقل ما يمكننا أن نقوله للجميع فبارك الله جهود الجميع ووفق الله الجميع وحفظ الله عمان وأهلها من كل سوء ومقروم شكرا لك الأخ سعيد بن ناصر البداعي مدير الشؤون الخارجية بشركة أوكيو والشكر موصول أيضا لكم وعزائي المستمعين الكرام إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى إلى ذلك الحين إلى اللقاء اشتركوا في القناة